موسيقى السلام عليكم هذا هو الجزء الثاني مبارهنة طريس العكسية شرحنا المباشرة ثانيا مبارهنة طريس مبارهنة مبارهنة العكسية طريس طريس السقلية في الرأس مبارهنة المباشرة بالنسبة لهذه المبارهنة العكسية العكسية هي كنستعملوها في حاجة أخرى هي كنستعملوها فاش غادين بيينو باللي المثلات قائم الزاوية اسمع المطلات سنقوم بتنبلي المثلات شيء بي سي اوكي 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 اوك سي حقا بل إذا كان المثلت A, B, C يحقق علاقة فيطاغورس و ديما علاقة فيطاغورس هي هذه علاقة فيطاغورس هي B و السيدنان كتساوي A, B و السيدنان زائد A, C و السيدنان نوك الواتر B, C و السيدنان كيساوي الواتر A, B و السيدنان زائد A, C و السيدنان يعني هذا السيدنان تساوي هذا السيدنان زائد هذا السيدنان هذه علاقة فيطاغورس كتقول لي فإن المثلت قائم الزاوية في A يعني قال لي يودي إليك المثلت A بيس كي يحقق لي هذه المعادلة يعني تساوي القيمة A مباشرة هذه المثلت قائم الزاوية في A يعني هذه المثلت هذا عكسية هذه المباراة في داورس العكسية نستعملها في حالة إلى قائم الزاوية و سنأخذ لمثل تطبيقي وهو باش غدي نفهم قال لي ها هو هاد المثال تطبيقي قال لي عندي قال لي مثال تطبيقي عندنا A C كي يسوي جوج جدر 5 و A B كي يسوي 4 و B C كي يسوي 6 قال لي كي باين ان المثالات A B C قائم زاوية اعطى لي مثال تطبيقي اعطى لي مجموعا من الاضلع قال لي ها هو ها هو اصي تسوي جوج جدر 5 و A B تسوي 4 و B C تسوي 6 قلي ايو ادي باين هاده جوج جدر 5 هذا 4 وهاده 6 قال ليك باين ان المثالث A B C قائم الزاوية في ماذا؟ في A أول مرحلة سوف نطبقها هو نقلب على الوطار فينا هو الوطار عندي يعني سوف نقلب واشهده هو الوطار A B أو A C هو الوطار أو B C نحكينا الوحدة الطريقة سريعة اللي هي يعطي لي المثالث A دونك يعطي لي المثالث A B C وهو أحدد لي قال لي بالره بيين أن هذا المثالث هذا قائم الزاوية في A يعني سوف نمشي لديك النقطة اللي عندي في المثالث سوف نضرب عليها دوك الججل القام يعني دوك الججل الحرف اللي تشهي ضليا سوف نعرف به بللي هو الوطار هذه الحالة اللولانية في حالة ما أعطي لي قال لي يراه هو قائم الزاوية في A كينات طريقة تانية في حالة ما ما قالش لي ما حددش لي فأشمن النقطة من المثالث قائم الزاوية غير قال لي يبين أن المثالث A B C قائم الزاوية يعني لما أعطي نقطة هناك نديره المربع المربع يعني سوف ندير المربع A B C 2 نعرفش حال قيمة دلتو دونك 4 A C 2 سوف ندير المربع A C C 2 هي ججل جدر A C 2 اللي هي 20 و سوف ندير المربع B C C A C 2 هي A C 2 سوف ندير 36 أعلى قيمة دي المربع تنعرف مباشرة باللي هو الوطر يعني شحال عندي هنا المربع الكبير هو 36 يعني راه B C A C 2 الكبير يعني راه مباشرة B C عندي في هدل حالة هو الوطر دونك هادي هي الطريقة دونك ديما تنقول أولا أول مرحلة سوف نديرها أولا نبحاث عن الوطر دونك نحن القينا الوطر دينا الوطر هنا في هذا التمرين هذا هو B C دونك الوطر هو B C هنا كي نبينه بهذه الموطلة وهذا الذي أعطنا قائم الزاوية سوف نطلقه من ذيك العلاقة B C 2 سوف نحسب لدينا B C C 2 سوف نحسب ما حال فيها B C C 2 ما حال فيها هي 36 هي 36 ونحسب A C و C 2 و A C C 2 تتساوي ببوحدها شحال هي جوج دونك C 2 هي جوج جدر 5 أكل C 2 هي شحال هي 20 ونحسب A B C 2 ببوحدها و A B C 2 تتساوي شحال تتساوي 4 4 و C 2 هي 16 دبا من اللي لقيت هادو غاي خسنين دي للحساب اللي هي H لدينا B C C C 2 تتساوي 36 تتساوي 36 ونحسب B A A C 2 زايد A B C 2 هي 20 زايد 16 يعني من اللي حسبت يعني غاي خسنين نحسب B C بوحده لقيت في 36 ونحسب A C 2 غادي أعطيني بوحده 36 إذن مباشرة ومنه نستنتج أن B C 2 تساوي A C 2 زايد A B وغادي تقول وحسب مبارهنة Vita غورس العكسية فإن فإن المتلت A B C قائم الزاوية في A يعني انت باش تبين باللي هاد المتلت هاد قائم الزاوية في ديك النقطة اللي اعطيني A غاي خس أولا نلقى نبحث على أكبر وطر يعني الوطر ذي لي ونحسب المتساوية B C 2 مثلا هنا B C 2 بوحد 36 ومن حسبت A C و 20 و A B بوحد 16 يعني 16 يعني هاد 20 زايد 16 هي 36 ومن هون استنتج أن B C C يساوي A C C زايد A B C يعني غاي خسك تبين هاد المتساوية هاد هاي هاد المتساوية هاد غاي خسك تبينها باش تستنتج في الأخير بأن المتساوية A B C قائم الزاوية يعني كنستعملوها باش نفرح نعلى أن المتساوية قائم الزاوية ترجمة نانسي قنقر